اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كما قال المولى تبارك وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ويقال إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه وقد يستعمل في الحب الممدوح وفي السنن أن أعرابيا قال للمصطفى صلى الله عليه وسلم جئتك أسألك عن الهوى فقال المرء مع من أحب ثانيا ذم الهوى الهوى منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم فإن وافق الهوى الشر كان محمودا وإن خالفه كان مذموما فالهوى هو ميل الطبع إلى ما يلائمه سواء في الخير أو الشر فلا ينبغي ذم الهوى مطلقا ولا مدحه مطلقا كما أن الغضب لا يذم مطلقا ولا يحمد مطلقا وإنما يذم المفرط من النوعين وهو ما زاد عن جلب المصالح ودفع المضار ولما كان الغالب ممن يطيع هواه أنه لا يقف فيه عند حده المنتفع به أطلق ذم الهوى فلذلك لم يذكر الله تبارك وتعالى في كتابه إلا ذمه قال الله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقال ومن أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وقال سبحانه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم وغيرها كثير من آيات القرآن الكريم وكذلك في السنة لم يجئ الهوى إلا مذموما قال صلى الله عليه وسلم يكون أقواما تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه مفصلا إلا دخله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الهوى فقد صح عنه في دعائه اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء وقد قيل الهوى كمين لا يؤمن ثالثا أسبابه لا تختلف الأسباب والدوافع التي تكون وراء اتباع المرء هواه عن تلكم التي يكون عنها الجهل والغلو والتكفير بل إن بينها قواسم مشتركة كثيرة بل من هذه الأخيرة ما هو سبب في اتباع المرء هواه بغير هدى من الله ومن ذلكم الجهل والجهل هنا يقصد به نوع خاص وهو الجهل المركب وهو الذي يكون مما لا يعلمه ويظن أنه يعلمه فتجد هذا النوع من الناس يحمله ما يعتقد من نفس من العلم على الإصرار على ما عنده من الخطأ والباطل والضلال في حين أن صاحب العلم الحقيقي تجده يقبل النقاش وحريصا على الفائدة وحريصا على الفائدة ولا يضيره إن كان الحق معه أو مع غيره ثانيا التعصب ومن أعظم أسباب اتباع الهوى التعصب التعصب إلى الرأي سواء كان الرأي مذهبيا فكرية أو مذهبا عقدية أو مذهبا فقهيا أو جماعة أو حزبا أو غيرها وهذا من أعظم ما يفت في عض الأمة وقد عانت الأمة قرونا من الزمن ولقيت الويل من جراء هذا النوع من التعصب حتى وصل الحسد ببعض أبنائها أنه أفتى بعدم تزويج الحنفية من الشافعي للخلاف الواقع بينهم وأصل التعصب من عادات أهل الجاهلية قال الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيء ولا يهتدون وقال جل ميقائل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ثالثا الحسد إن من أعظم أسباب اتباع الهوى الحسد فإنه يحمل على معارضة الخلق وترك ما معهم من الحق نزولا عند رغبة النفس الأمارة بالسوء قال جل من قائل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وقال سبحانه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا رابعا الكبر وهو الاستعلاء على الخلق وهو أيضا من أعظم أسباب اتباع الهوى وهو أحد ثمرات الحسد قال الله تبارك وتعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا وقال تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لو لا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعاتوا عتوا كبيرا أما علاجه إذا كان الهوى داء عضال ودواؤه مخالفته فإن الإنسان يستعين على هذه المخالفة بأمور منها دعاء الله والانطراح بين يديه يسأل العبد ربه أن يسلمه من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن فالدعاء سلاح فتاك لا يغلب صاحبه ثانيها التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرجوع إليهما في كل شيء فهما العصمة من الزيغ والضلال ثالثا التفكر في الحكمة التي خلق من أجلها العبد وأنه إنما هوي لأمر عظيم لا يناله إلا بمعصيته للهوى هذا الأمر هو توحيد الله تعالى وتنفيذ شرعه على الوجه الذي يريده رابعا التفكر في عواقب الهوى فكم أفاتت طاعته من فضيله وكم أوقعت في رضيله وكم نكست رأسا وقبحت ذكرى وأورثت ذم وأعقبت ذل وألزمت عارا غير أن عين صاحب الهوى عمياء خامسا أن يأنف لنفسه من ذل طاعة الهوى أن يأنف لنفسه من ذل طاعة الهوى فإن طاعته ذل وضلال وخسران مبين سادسا أن يخاف إن اتبع هواه أن ينسلخ من الإيمان وهو لا يشعر فقد صحى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومذلات الأهوى سابعا اتباع الهوى لا يأتي بالله بكل شر والخير في مخالفته قال بشر الحافي رحمه الله البلاء كله في هواك والشفاء كله في مخالفتك إياه فمخالفة الهوى هي أفضل طرق علاجه والشفاء منه ثامنا جهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد الكفار فليس بدونه قال رجل للحسن البصري رحمه الله يا أبا سعيد أي الجهاد أفضل قال جهادك هواك وقال الإمام بن القيم رحمه الله سمعت شيخا يقول جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولا حتى يخرج إليهم